دلوقتي مع المهندس محمد جلال خبير الطاقة الشمسية هنتعرف على مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الزراعية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية هو تأرير شديد الأهمية وهيوضح ضوابط التمويل للحصول على محطات الطاقة الشمسية خليكم معنا دلوقتي حضراتكم هتقبلوا واحد من أهم خبراء تصميم وتحديد قدرات وتركيب محطات الطاقة الشمسية في مصر المهندس محمد جلال رئيس شركة إي سولر لمحطات الطاقة الشمسية عشان نشرح لحضراتكم مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الآبار الجوفية في القطاع الزراعي وده ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5% كمان المهندس محمد جلال رئيس شركة إي سولر لمحطات الطاقة الشمسية هيشرح آليات الاستفادة من المبادرة وكمان استغلال محطات الطاقة الشمسية في بيوتنا للاستفادة منها في تقليل تكلفة فاتورة الكهرباء ركزوا معها البنك المركزي المصري طلع قرار هام جداً بإدراج كل محطات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي ضمن مبادرة الخمسة في المية يعني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ده ممكن يعمل تحول كبير جداً استخدامات الطاقة الشمسية حصل طيب شايفها إزاي النهاردة بعد هذه المبادرة شايف أن أنت أخيراً بدأت تمشي في الاتجاه المظبوط والاتجاه الصحيح بتدعم فيه أكبر قطاع بيدر حجم مدخلات موجود في مصر وجمهورية مصر العربية اللي هو قطاع الزراعي فالنهاردة يعني تقدر تقول الحلم بدأ يبقى حقيقة فعلاً كنا فين وبقينا فين وخاصة البنك المركزي موجه أن الموضوع داخل ضمن المبادرة بتاعت الدعم بتاعة السيادة الرئيس بتتكلم في 5% 5% وطنقصة ده رقم محدش كان بيحلم بيه الشروب بتاعته بمنتهى البساطة أي حد مقنن وضعه يعني أنت مقنن وضعه يعني أنت يكون عندك الأرض بتاعتك ليها عقد رسمي مقنن البير مطلع رخصة بير أو لو أنت شركة سجل تجاري وبتاعة ضربية وورق القانوني بتاعتك بس أما حاجة تكون الأرض مقننة ومعاك رخصة بير أنا كمزارع بروح أتقدم للبنك الأهل المصري أو البنك زراع المصري ولا باجن حضرتك الأول وحركة لتحول ورقي الاتنين متحين حضرتك كمزارع لو توجهت لأي بنك أي فرع من فروع البنك الأهلي أو أي فرع من فروع البنك الزراعي هيرحب بيك جداً وهتبدأ أن أنت تاخد الإجراءات لحد ما يجي يقولك عايزين عرض سعر من الشركة اللي هتنفذ لك عشان خاطر نعتمدها ونعتمد لك القيمة اللي هتنزل لك في المشروع والعكس صحيح لو حضرتك توجهت لأي شركة من شركات الطاقة الشمسية النهاردة كلهم عندهم علم بالمبادرة وشغالين بيها وفي نفس الوقت إحنا بناخد الورق بتاع العملة وبنوجه العملة على أقرف فرع إليهم وبنتعامل معاه هنأكس ده إزاي بقى على البيوت البيوت نحن مكررة بزيز علينا برضه مفيش اختلاف أهل فطور النهاردة 23000 جنيه أنا شايف عند حراك نموزاجين النهاردة سخان وهدي محط طاقة شمسية إنت قلت لي ده ينفع للبيوت وده ينفع للبيوت مظبوط أفهم دلوقتي بالنسبة للبيوت إحنا في الأول وفي الآخر لو تفتكر إحنا كلمة قلناها زمان قلنا إيه إنت رايح للطاقة الشمسية رايح إنت جاي جاي بس السؤال إنت جاي إمتى إمتى دي اللي بتحكم فيها التكلفة الحالية اللي عليها أنا بيت النهاردة أوشقة فطورتي 400 جنيه لسه بدري طب إمتى أقرر إن أنا لازم أخد خطوة ناحية الطاقة الشمسية لما لها 400 بقت 1100 و2000 الله يبارك لك إنت في عندك بيوت الفطورة الكرابة بتاعتها بتعدي ل2500 في عندك فيلال حدث ولا حرك ده لازم يروح ده مفيش فيه زار محطة البيت تكلف كام وإزاي وهتعاقد إزاي مع شركة الكهرباء وهل هيردو ولا لأ وهل في معوقات في التعاقد ولا لأ رقم واحد أنا بشوف القيمة بتاعت الفطورة بتاعتي كام لقيتها معديها 1500 ابدأ دور على شركة الطاقة الشمسية بعكا بنوصل لشركة الطاقة الشمسية شركة الطاقة بتاخد الداتا بتعمل لك عرض بناء على القيمة اللي هي أيستها بناء على عرض هندسي عشان خطر ده هيبقى مناسب للفطورة بتاعتك لاستخدامك لاستخدامك انت تمام تمام بعد كده بنقدم الملف ده لشركة الكهرباء بنقول لهم إحنا عايزين نركب محطة بالقدرة دي للعميل ده في المكان الفلاني على العداد الفلاني قديك كهرباء وتحسبني عليها آخر الشهر مش هحسبك أنا هاخد منك كيلو بكيلو تمام هو ده وخلي بالك ده أفضل لك بمراحل لأن لو شركة الكهرباء حسبتك كيلو بجنيه انت هتديها كيلو بجنيه طب لو جم حسبوك كيلو بمية جنيه هتديهم كيلو بمية جنيه طب بفرد أنا زيد هيبقى ليه كراصيد كيلو واط يترحل معاك للشهر الجاي تمام يعني مسافر مش عارف ايه عفلت البيت هو كده كده شغال ما عندكش مشكلة شغال وهو بيرحل نفسه لإيه وبيتخزلي لا بيتخزلك كراصيد كيلو تمام لكن مش فلوس مش فلوس تمام تمام بس شركة الكهرباء بتدينا موافقة بننزل نشتغل وبناء على كده بنخلص المحطة وبنبلغ شركة الكهرباء شركة الكهرباء هي اللي بتيجي بتستلم المشروع بناء على المواصفة القياسية اللي موجودة في شركة الكهرباء بتعتمد بتمضي هي تعاقد مع العميل على العداد الجديد العداد التبادل بيغيروله العداد القديم ويركبوله عداد جديد واشتغل تعطيلي سعرها كم دي الأول؟ دي مع هول محطات برضو قدرات من كامل كامل خلينا نقول متوسط متوسط سعر الكيلوات في المنزومات المنزلية بتتكلم تريباً في رنجة 15 ألف جنيه يعني اللي أنا عايز أعمل مثلاً محطة 10 كيلو 150 ألف جنيه السخنات طيب امتى الجعلها وتبقى حاسمة وضررية في البيت تمشي جواها الميا لغاية لما تتجمع فوق وتنزل لي في كل الحمامات وكل المطابخ مياس وخنات السخنات فيها ميزة خرافية السخان مستوا بمنطقة البساطة إن ممكن أي حد في أي شقة مهما كانت صغيرة وحجمها يلكب سخان ليه؟ لأنه ما بيتعداش حجم الفوت برينت بتاعه اللي انت شايفه ده طيب حوالي 3 متر بكتير بس كده وده سخان 300 لتر 300 لتر ده يقوم بشقة فيها 5 أفراد طيب القيمة بتاعت السخان كام؟ خلينا نقول بي تراوح من ممكن تقول مثلا بيبدأ من 23 ألف جنيه لحد 35 ألف جنيه يوفى اللي قد إيه؟ 25% تقريبا من فاتورة الكهرباء بتاعتها طيب يعني هي مهمتها أنها تقلل للكهرباء 25% توفى اللي مياس وخنا دايما بشكل مستمر مزبوط ممكن رخبنا طاقة لأ إحنا ده مخصص لسخان لأ ده مش خلايا ده مجمع عشان خاطر تسخين المياه المياه تمشي جواه وتسخن المياه جواه ماشية في موصير الزجزاج عشان خاطر تسخن يبقى أنا باخد من ده مياه سخنة الخلايا احنا بناخد منها كهرباء فيه سخنات بتحط فيها الكهرباء احتياطية عشان خاطر لو أنت عندك يوم مفيش في سطوع يبقى أنت عندك الكهرباء تعرف تخش تعود لكن غير كده يا شغال غاية ساعة 6 هي شغالة عندك معندكش مشاكل ومفهاش تخزين برضو مفهاش بطاريات لا 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 خالص ده انتاج مباشر طيب افعد انا عايز احط بطاريات عشان الليل ونهار اشتغل بيها ما انت شغال الليل ونهار محد يشغل لك ان انت مشغال ما انا شغال بالنهار هنا وبالليل شغال بطاقة الحكومة لا في السخان انت معاك مياه سخنة معاك خزان مياه سخنة خلي بقى لحضراتكم المهندس محمد جلال رئيس شركة اي سولر بيتفرد بوكالة شركة بور باور لمواصير ضخ المياه من الابار الجوفية وهي البديل الحتمي للمواصير الحديد يعني لا تآكل ولا برومة ولا صدق ولا احتكاك وبالمناسبة دي فيها براءة اختراع عالمية لقفل الجلبة مع المصورة يعني الجلبة عمرها ما تفلت من المضخة مع اعتزاز المطور وتصممت مخصوص للهدف ده ده بخلاف انها مصممة لتحمل الاوزان يعني مثلا المضخة والمطور وزنهم بيعدد 300 كيلو جرام ووزن عمود المياه بيعدد طن ده بخلاف وزن الكابل البحري كل ده المصورة بتتحمله باختصار حديد في مياه اكيد عمره الافتراضي محدود لكن المصورة مصنوعة من مادة الـ UBVC بتكنولوجيا الماني وخبرات هندية مش مهونس محمد جلال يعني دايما بنتكلم عن مشاكل الطاقة الشمسية وازاي ننشرها وازاي نحن نفهم الناس قيمتها وازاي نها طاقة متجددة وازاي نها طاقة نظيفة وازاي نها طاقة نظيفة وازاي نفي دول في العالم بترفض دخول أي حاصلات زرعية لها غير المزروعة على الطاقة المتجددة النظيفة طيب أنا عايز نصيحة قبل ما نقول النصيحة نقول معلومة ونضيف أن الدول اللي بتشترط وجود طاقة شمسية في الصناعة بتاعتك أو الزراعة بتاعتك خلينا نقول أن دول أنت بتقدر تبيع لهم المحصول بتاعك بسعر يختلف تماما عن سعر المحصول العادي فمعنى كده إيه؟ معنى كده أن أنا بيتفتح لي أسواق جديدة وبيتفتح لي هامش ربح جديد أقدر أن أنا أشتغل بي وأنا مرتاح النصيحة بقى وأنا بشتري أدخل أبص على الخلية إزاي أبص على الشركة شوفها إزاي فهمني ما لكش دعوة بالخلية ما لكش دعوة بأي حاجة بص على الشركة الشركة هي الأصل دور على شركة تعرف ترجع ليها وعليها دور على كيان يقدر أنه هو يلبي لك رغباتك بمعرفة فنية مصبوطة بسعر يكون مناسب لك بتسهيلات تقدر أنه هو يوفرها لك عن طريق البنوك قبل ده كله دور على كيان تقدر ترجع ليه وعليه خلي بالحضراتكم المهندس محمد جلال بيوفر فعلا خلايا شمسية مختلفة بجد بتصنعها شركة كناديان سولر وهي شركة كندية بتشتغل في الصين بمواصفات عالمية كمان هي أفضل استخدام لتطبيق المضخات لأن خلايا شركة كناديان سولر بتتميز بأنها بتنتج أعلى أمبير وده اللي خل المضخات بتحتاجها عشان تشتغل بأعلى كفاءة وبالمناسبة شركة كناديان سولر من أكبر خمس شركات في العالم لتصنيع الخلايا الشمسية وهو الموزع الرسمي لها في مصر هل البنوك معتمد شركات معينة لعمل محطات طاقة الشمسية؟ البنوك بتعتمد شركات رسمية يعني إيه؟ يعني أنا عشان خاطر البنك يعتمدني لازم أكون شركة اللي هي سجل تجاري ولي هي بطاقة ضربية وله هي ملف تأمينات وله هي شهادة اعتماد من الهيئة لازم أكون كيان قائم على فكرة أنا هزي أقول لك حاجة كرار البنك المركزي أنا بعتبر أن تصلى حضرتك جدا يعني أنت اللي طالبت مراراً وتكراراً بدخول محطات طاقة الشمسية ضمن مبادرة دعم المشاهد السياسي ده حقيقي ده حقيقي عشان كده إحنا بنقول النهاردة لكل العملاء اليوم اللي بيعدي وإنت مركبتش فيه محطة أنت خسرانك في القطاع الزراعي؟ في أي قطاع طالما عندي احتياج يبقى إذن أي يوم بيعدي علي أنا مغطيتش الاحتياج ده ده بيصوي خسارة تعايزنا كلنا نيجين مثلا الفواتين لمدة سنة ونشوف تسعادت إزاي مظبوط لو صورة مفزعة عارف أنت لو عملت ده بينك وبن نفسك والله هتتخض مش هتصدق طب استعمقني بكامي تقريباً نفس قيمة الفطورة اللي أنت بتدفعها يعني أنت مش هتحس بأي تغير ولكن أنت هتدفع لمدة معنا وبعد كده فور فري الفرص كتير للاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية وما فيش جدال إنها أمل كبير للكطاع الزراعي وكمان في حياتنا بخفض استهلاكنا من الكهرباء بمحطات شمسية منزلية وعلى فكرة تكلفتها بترجع في 3 سنين ولو العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية 25 سنة يبقى 22 سنة بنستهلك فيها الطاقة اشتركوا في القناة